مشاهدين في كل مكان أهلا بكم إلى تراندينغ الشروق نيوزة محطة سنحاول من خلالها تسليط الضوء على أهم المواضيع والقضايا المتداولة على منصة التواصل الاجتماعي في الجزائر وحتى خارجها قبل افتتاح كأس الغالم حاذة انتظره الغالم أجمع حاولت قطر إبقاء تفاصيله سرية لتفاشئة من يشاهد وينتظر افتتاح الحاذة الكروي الأكبر عبر العالم حاذة يحمل في نسخته هذه لمسة عربية فهو يقام ولأول مرة على أرض عربية رغم التشويش الممارس على اختضانها لهذا الحاذة أبثقت قطر في التنظيم وحتى التحضير وبملعب البيت شهد العالم على افتتاح كأس العالم قطر 2022 وصفه المتابعون بالأروع عبر التاريخ وهذه الصور تظهر بعضا من مشاهد الحفل رواد منصات التواصل الاجتماعي خاصة العرب منهم تفاعلوا مع حفل الافتتاح الذي سمر حوالي 30 دقيقة جمعت لوحاته بين التاريخ العراقة والأصالة والعلى التفاعل الأكبر كان مقاء الشابي القطري غانم المفتاح الذي استهل حفل كأس الغالم بتلاوة آية قرآنية في لوحته أو لوحة جمعته بالممثل الأمريكي والذي يظهر على الشاشة مورغان فيمان على أرض ملعب البيت سفير مونديال قطر والذي يظهر دائما على الشاشة أصيب منذ ولادته بمرض يسمى متلازمة التراجغي الذيلي وهو مرض يصيب شخصا واحدا من بين 25 ألف حالة في العالم ورغم ذلك ترك بصمته وأبهر العالم أصدنا لكم بعضا من تعليقات روادي ونصات التواصل الاجتماعي وتفاعلهم مع غانم المفتاح والبداية مع هذا التعليق لابتسام الساعة تقول الشاب من ذوي الهمة غانم المفتاح أعطى درسا مهما أن الإعاقة سهية في العقل والتفكير لا في الجسد والتدبير شكرا يا غانم أنت تعطي دروسا في كل مرة وتجبر العالم على احترامك وتقديرك دائما ونحن فخورون بك ناخد تعليق آخر لأصايا الساعة يقول غانم المفتاح من الأشخاص الملهمين المحفزين القادرين الخارقين فيهم إرادة وقوة وعزيمة أذهلت العالم بقراءة آيات من القرآن الكريم في افتتاح مونديال قطر 2022 أهنيك على ذلك وتستحق التكريم والمساندة والتشجيع من الجمهور الحمد لله أننا عارب ومسلمون يقول دائما أصايل تعليق لعادل يقول بعيدا عن حفل الافتتاح وكل شيء والروعة التي قامت فيها قطر من سنين استعدادا لهذا اليوم وهو يقصد هنا يوم الافتتاح ما أبهرني بالفعل هو جعل قاهري الإعاقة غانم المفتاح يتلو آيات من القرآن الكريم لأول مرة في تاريخ كؤوس العالم لينصت أو ينصت العالم كل حينها ويستمع لكلام الله فعلا أبتعتي يا قطر مهنن عبد العزيز يقول في هذا التعليق قطر تبهر العالم وتعرفه أكثر على الحضارة العربية الإسلامية أجمل ما في حفل الافتتاح ورؤ الشاب القطري غانم المفتاح وأسطورة السينما مورغان فريمان وتلاوة آيات من القرآن الكريم حساب يحمل اسم فرح القادر تقول معلقة دائما على تلاوة غانم المفتاح لآية قرآنية في حفل افتتاح كأس العالمي بقطر تقول قطر أبدعت والمبدع المتميز غانم المفتاح إنسان متميز وأبهرنا وأظهر العالم بكل حرف قاله وبكل النجاح والتميز الذي وصل إليه في هذا السن الصغير سفير المونديالي والإنساني مشاهدين أنتم أيضا بإمكانكم التفاعل معنا بأرائكم حول هذا الموضوع خبر صفحات الشروق النيوز على مواقع التواصل الاجتماعي من قال أن كأس العالم هو حدث كراوي فقط فقد أخطأ فهو فرصة أيضا لتبادل الثقافات واحتكاك مشرجعين من مختلف العالم ببعضهم في مكان واحد جمعتهم هذه النسخة ولأول مرة على الأرض العربية الإسلامية الترويج للعادات العربية والتعريف بالإسلام دين الرحمة والتسامح كان سائدا لوحات في الشوارع بها آية قرآنية وأحاديث مترجمة وهي هذه الصور التي تظهر على الشاشة وبالفنادق أيضا كان هناك باركود به تبسيط لعقيدة المسلمين متطوعون من مركز ضيوف قطر يوزعون قصصات بمختلف اللغات على غير المسلمين لتعريفهم بالإسلام ودعاة يلقون محاضرات أيضا جهود التعريف بالإسلام خلال الماضيان نالت قصة كبيرة من تفاول المتابعين على المنصات رصدنا لكم بعضا من تفاولهم والبداية مع هذا التعليق لبندر السعود يقول شكرا قطر يعجز اللسان عن ابتناء بما عملت في فترة وشيسة إبداع في كل شيء والأهم أو أهم هذه الإبداعات هذا النقل الجميل لإسلامنا وعروبتنا أما دعاني للفخر التعريف بالإسلام يقول دائما بندر تعليق آخر لناصر يقول الأجواء التعريفية بالإسلام في مونتيال قطر هي الأهم على الإطلاق وكأن الله سبحانه وتعالى له في كل تقدير تدبير كل التقدير لعلماء الإسلام لمن جعلوا كأس العالم تاسى التعريف بالإسلام عبد المالك المدني يقول في هذا التعليق الكل حاربها من أجل إفشالها ولكنها انتصرت عليهم جميعا وهنا يقصد حملات التشويه التي شنتها بعض الأطراف على احتضان قطر لكأس العالم يقول دائما عبد المالك المدني في تعليقه بالإضافة للملاعب قطر وضعت حديثة نبوية في مغضم الجدران يوضح السماحة الإسلام وعمل وحب الخير للغير أيضا قامت بتوصيل سماعات في كافة المناطق حتى يسمع الكل صوت الأذان كما قامت بوضع باركوت في كل الغرف الفندقية يساعد على التعريف بالإسلام بعضة لغات جميعا نفتخر بنسخة كأس العالم في قطر وليد صلاح يقول دائما معلقا عن هذا الموضوع يقول ستكون أكبر حملة للتوغية والتعريف أو تعريف معنى الإسلام بإذن الله قطر تنصر الإسلام وترفع رايته إلى الأعلى مكسب كبير جدا من الأمة الإسلامية لمحوي الصورة المتداولة عن المسلمين عن الغرب اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان قالت العبد يقول ما شاء الله تبارك الله شيء جميل جدا أن يستغل هذا الحدث لدعوة الناس إلى الإسلام الحنيف حافظكم الله وبارك فيكم مشاهدين بإمكانكم أنتم أيضا التواصل معنا بآرائكم حول نشر الإسلام خلال كأس العالم في قطر وتعريف المشجعين الحاضرين بقطر بتعاليم الدين الإسلامي عبر صفحات شروق النيوز بمواقع التواصل الاجتماعي حملات تشويه شنتها عدة جهات بعد إغلال قطر عدم استماخ للترويج العلني أو الإشارة لمن يسمون أنفسهم بالمثليين خلال البطولة فهي تقام على أرض عربية لها عادات وتقاليد كما أنها زولة إسلامية سكانها مسلمون وللإسلام تغاليم وجب اخترامها ولا يمكن تجاوزها قار قطر لن يجب بعض الدول الأوروبية فقررت منتخباتها ضرب قرارات الجهات المنظمة بقطر عرض الحائط فقادتها سيرتدون خلال المباريات شعرات تدعم على حد قولهم هذه الفئة ورغم أن الاتحاد الدولي لللعبة دعا كل المنتخبات المشاركة إلى التركيز على كرة القدم لكن إصرار هذه المنتخبات دفع الفيفا إلى اتخاذ إجراءات أخرى لتصدر سبع دول بيانا مشتركا وهي إنجلترا، وويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا والسويسرا تؤكد فيه عدولها عن فكرة ارتذاء الشعرات قالت أيضا فيه أنه كان واضحا أن الفيفا سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا هذه الشعرات في الملعب مضيفة لا يمكننا وضع لاعبين في موقف يمكنهم من خلاله مواجهة عقوبات رياضية رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعل مع عدول هذه المنتخبات عن قرارها رصدنا لكم بعض تعليقاتهم وأرائهم حول هذا الموضوع والبداية مع هذا التعليق يقول فيه حسين سوانية عندما تكون قضيتك لا أساس لها من الصحة فبطاقة صفراء كافية لتغير رأيك اتجاهها تعليق آخر لهشام يقول يجب على كل من يأتي إلى بلاد المسلمين أن يحترم شريعة وقوانين هذا الفلد لأننا نحترم أنفسنا في بلادهم قبل أن نحترم قوانينهم التي لا نعرفها جميعا أو التي نعرفها جميعا فهم يعلمون شريعتنا وقوانيننا فعليهم أن يحترموا أنفسهم أولا تعليق آخر يقول في هذا المعلق معبرا عن رأيه في هذه القضية المبادئ أولى كما عندهم يفرضوا رأيهم حتى إحنا العرب نفرضوا رأينا تعليق لدامية تقول كما المسلمين يروحوا البلدان غير مسلمة يحترم عادتهم ودينهم فعلى الغرب أيضا احترام الإسلام والبلد المسلم تعليق آخر لأمين من سليمان يقول قطر أو يصف فيه قطر قطر أحسن تمتيل للإسلام والمسلمين بسم الله ما شاء الله مشاهدين أنتم أيضا بإمكانكم التفاعل ما غنا بأرائكم حول هذا الموضوع ربع صفحات الشروق نيوز على مواقع التواصل الاجتماعي إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام ترامبينغا شروق نيوز إلى اللقاء